بما اننا فرحانين هلم اقول لكم تعقيب انا شايفه هو الالطف وهو الاجمل اللي جالنا كأسر البرنامج على موقعنا الالكتروني خلال هذا الاسبوع التعقيب من واحد يسمي نفسه حسن سيطرة بيقول يا حسن سيطرة بيقول مفيش فايدة انا مش عارف تجوز خلاص مش عارف ده تشاؤم ولا اه سيطرة ومش عارف يعني ربت تبعت تقول لنا مش عارف تجوز ليه يا هل مش عارف تلاقي بنت الحلال ولا هل الظروف الاقتصادية مش لقي شقة مش عارف تعيش كويس او مش عارف تفتح بيت زوجية ولا انت عندك مشاكل اساسا يا حسن يعني قل لنا ايه السبب وبعدين لما انت عندك مشاكل ده يا ابو علي تجي منين السيطرة بقى السيطرة بتبقى مسيطر ابعت لنا ابو علي واحنا طبعا مش هنجاوزك بس على الاقل هنعرف نتحور مع بعض قبل ما اقول لحضراتكم في ثانية عندنا ايه النهاردة عايز اتكلم دقيقة عن الصحافة والحقيقة انا شخصيا ما كانش فيه منهجي ابدا ان انا ارد على الصحافة او اتكلم على صحفي وكنت دايما بستمتع بالتعلم من النقط يعني اي حد من الصحفيين المحترمين كبيرا كام ام صغيرا شابا ام خبيرا كان يكتب حاجة عن البرنامج اللي انا بشتغل فيه او يكتب حاجة عني شخصيا كنت بستفيد جدا وبستمتع جدا اولا لانه اخذ من وقته عشان يكتب عني نمرة اتنين علشان يصحح لو انا بعمل حاجة غلط جدا استفيد ومعنديش ادنى مشكلة ومخطئ تماما اللي معتقد ان هو كامل او شديد الكمال الكمال لله واحد وكلنا عندنا اخطاء سواء كبرنامج او كافراد لكن كان في بعض النقد كده اللي هو مليش لازمة كلام اللي هو التجريح وبتاع او انا كنت طبعي الحياة ده انا مبردش بس عايز اتوقف قدام الهدف بقى يعني الهدف من هذا الكلام بيبقى ايه هل عشان في عندي صفحة او جزء من الصفحة لازم املاها كنقد صحفي فلازم اكتب هو نوع من الفراغ في صحفي مسامي نفسه فرفور انا مش عارف اسمه الحقيقة ايه الحقيقة بس مسامي نفسه فرفور بيكتب في الفجر وبيكتب في مجرد زعوة تلفزيون اعتقد وباقي حاجات ومش عارف هل صح ان احنا نقعد نكتب في كل حتة ده شغل استرزاء يعني ولا الصحفيين لان عارفهم الكويسين يا كده بيكتب مقالة محترمة في جورنان واحد الناس بتستناه ما علينا لكن اه وانا الحقيقة ما اتعودش برضو اه ارد على فرفور ماليش في الفرفير بس يعني خلينا نتكلم كلام رجالة اه بيكتب كلام كتب كلام من اسبوعين ثلاثة عن البرنامج وانو برنامج مصر النهاردة برنامج مش عارف بيعمل ايه ومش عارف ايه ما قالش كلام في المضمون يعني يا ريتي قلنا برنامج نقصه كذا ونكمله هنستفيد وننبسط جدا لكن برنامج بس الشتيمة كده وبعدين النهاردة اه لمبارح كاتب مش عارف تامر امين لما يطلع في التلفزيون التلفزيون مش عارف بيحصل له ايه اللي هو دي معناها ايه يعني انا لو عايز اتعلم ان هذا النقد اعمل ايه ابيع التلفزيون مش عارف وكاتب على انوشكة انوشكة مش عارف هي البديل الصحي للبنج في المستشفيات عشان انوشكة حد شأن النهو مكلسون بس الصوت رقيق عذ قول الغلط فين ما بتطربنيش ما بتعجبنيش انت حر وبيقولك على شيرينة عبدالوهاب ربنا يكفيكو شر شكل لشيرينة عبدالوهاب وهي حامل حل في حد يختلف على موهبة شيرينة عبدالوهاب ده هي الصوت الاجمل للنساء عندنا في مصر وبعدين حنتريع على خلقة ربنا اثناء الحمل يا ما تحملش ولا تعمل ايه انا مش عارف هل هو ده النقد الله اعلم لكن في النهاية انا اضطريت ارد لان عايز اعرف وحركوا تجاوبونا على الانترنت والصحفيين الكبار برضو يعلمونا هو دي ايه دي الصحافة انا قلت اللي عندي ويمكن انا غلطان ويمكن فرفور عنده حق هو ادرى عندنا النهاردة عندنا النهاردة بعد المقدمة مباشرة مصر بيحصل في ايه مجموعة من التطورات والاخبار والتقارير المصورة المهمة جدا هنقول لحضراتكم ابرز التطورات اللي حصلت في مصر ومنها حنفهم من هيئة الارصاد الجوية السونة اللي احنا فيها دي سببها ايه هل ده الصف بجد لو الصف بجد وبدايته كده يبقى ربنا يصدق على شهر ستة وسبعة وتمانية مش عارف حنعمل ايه ساعتها لكن اتمنى انها تبقى موجة حر لان النهاردة درجة الحرارة كانت بيقال انها اتنين واربعين بس اي عاقل طلع في بلكونة ولا مشي في الشارع متأكد الحرارة دي ما تقلش عن حاجة وخمسين كانت ساونا بجد درجة حرارة خانقة تحس ان ما فيش اكسوجين في الهوى موجة حر ولا هوى ده الصيف هنعرف من هيئة الارصاد الجوية مجموعة من التطورات الاخرى ليها علاقة طبعا كمان باجتماع الوزاري المهم اللي رأسه النهاردة الرئيس مبارك وكان بيكلم فيه عن المرور في محافظة القاهرة بعد الاخبار مباشرة عندي حوار واحد طويل في غاية الاهمية حوار مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الكلام كتر حقيقة جدا عن قطاع البترول انتوا عارفين انه هو واحد من انجح القطاعات اللي موجودة فيها الحكومة المصرية منذ سنوات وفيه استثمارات مهمة جدا بتضخ في قطاع البترول وفيه اكتشافات مهمة بيعلن عنها بين الحين والاخر بس رحية احنا عندنا مجموعة من الاسئلة ممكن نسميها موجهة لوزير البترول هذه الليلة الاسئلة دي بتقول اذا كانت هذه النجاحات كلها موجودة في قطاع البترول طب فين العائد فين الفلوس فين النتيجة يعني في نجاح اي نجاح في الدنيا له نتيجة له ثمار له عائد احنا شايفين النجاح ومش شايفين النتيجة اين النتيجة يا وزير البترول اين ثمار هذه النجاحات في قطاع البترول ليه هذه النجاحات ما بتثمرش في جيب مش هقولك المواطن مباشرة بسعى الاقل في جيب الدولة المصرية في جيب الخزينة العامة المصرية بنسمع عن نجاحات لكن ما نسمعش عن ايرادات ثم نمر اتنين لامتى حنفضل بهذه الاسعار المتدنية في تصدير الغاز المصري الغاز المصري احنا بنسمع انه هو عالي جودة مصر متميزة جدا في الدول المصدرة للغاز وعندنا عقود رائعة بس عقود رائعة في تنوع التصدير لكن كل الخبراء وكل المتابعين بيقولوا انها عقود مش رائعة من حيث السعر احنا بنضحي بسعر رخيص جدا للغاز المصري وده يخسرنا خسائر كبيرة هل هناك مراجعة لأسعار تصدير الغاز المصري ولا لا المشاكل اللي بوجودة دلوقتي عند العاملين كنا لحد السنة اللي فاتت كل الناس تريبا اللي بيجونا عندهم طلبات توظيف بيقولوا والنبي عايزين تشغلونا فيه شركات قطاع البترول لانها امنة وفلوسها كتير ابتدى دلوقتي فيه شكاوى من العاملين في شركات قطاع البترول سواء المعينين او المثبتين او المتعاقدين بعقد هذه المشاكل سببها ايه واسئلة كثيرة جدا واهم السؤال حنسأله النهاردة الدعم في الطاقة الدعم اللي رايح للبترول والبنزين والسولار هل هيتغير هل يتحول لدعم نقدي هل بتفكروا تلعبوا فيه اسئلة كثيرة ومواجهة ساخنة وانا عهدي دائما بالمهندس سامح فاهمي انه يقول الحقيقة عندما يسأل فانا هعمل اللي علي وحسأل بعد الفاصل مصر بيحصل فيها النهاردة